لم تتغير أوضاع النازحين في اليمن منذ خمس سنوات قلبت انتصار الثورة آنذاك إلى انقلاب غير كل الموازين ودفع بالبلاد إلى محرقة وقودها اليمنيون وحدهم أكثر من 350 ألف شخص نزحوا منذ بداية عام 2019 وحده كما تشير أحصائيات مكتب الأمم المتحدة في اليمن يضافون إلى أكثر من ثلاثة ملايين ونصف المليون يمني يعانون ما يعانون من فقر وأمراض سارية ليس أوله الطاعون وليس آخرها سوء التغذية 86 أسرة نازحين من تعز والحديدة وحالتهم حالة مأساوية وبحاجة إلى فراشات بحاجة إلى الغذاء والدواء وهم يعانون أشد المعاناة يعني جراء الصراع في البلد نازحون إلى محافظة عب في مخيم قحزة ولنا خمس سنوات أربع سنوات ونصف وحنا هنا قالسين معاناش لا بيوت ضربوا بيوتنا بداخل تعز ضربوا بيوتنا بداخل تعز ما معاناش لا بيوت ولا معانا أي حاجة داخل تعز الآن حاليا نتعب مع السكر ومع كل عاجة والضغط وحيشتنا صعبة وانا من الفديدة نتعب مع نفسيا ما أقدرش حتى أكل ما أكلش عب زبادي أكل مع جوال خمس بنات وهم اللي يشقوا عليهم ما نحضاء وهم اللي يشقوا عليهم البنات هذا الواقع القاصي من النزوح حرام هؤلاء الأطفال من التعليم حيث تقول منظمة اليونسف إن من بين سبعة ملايين طفل في سن الدراسة في اليمن هناك أكثر من مليوني طفل غير مدرجين في العملية التعليمية إما بسبب تدمير البنية التحتية أو جراء استخدام المدارس لإيواء النازحين المشردين ويبقى دائما الخاسر الوحيد من كل هذا الصراع هو المواطن اليمني البسيط الذي تطلع للتغيير وفوجئ على حين غرى بانقلاب لم يستهدف الشرعية السياسية فحسب بل قوته وأقوى تغيره من النازحين الموجودة في صوامع الحديدة التي جعلت ورقة ضغط لتغيير موازين الثقل السياسي لا أكثر ترجمة نانسي قنقر